الأحداث الأخيرة المتلاحقة الغير مسبوقة اللي بتحصل في المنطقة الحروب سواء غزة لبنان وتدعيات المنطقة كلها تراجع داخل قناة السويس وكل دي كان لها تأثيرات مباشرة على الدولة المصرية وبالتالي من النهاردة طبعا إحنا النهاردة بننظر مع الصندوق إلى إن إحنا إزاي نستهدف مراجع التوقيتات والمستهدفات بتاعتنا ويمكن حضركم أكيد متابعين المجموعة الاقتصادية كلها موجودة حاليا في واشنطن بتحضر الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي ومعهم المحافظة البنك المركزي وبعديها يليها على طول حتيجي بعثة الصندوق وتعمل المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر وهي بتبقى قليات المراجعة هو ده هدفها إن إحنا مع الوقت بنشوف إيه المستجدات ونراجع مع المجموعة بتاعة الصندوق اللي إحنا النهاردة شايفينه بما يتوافق مع المصلحة المصرية وهدف النمو الاقتصادي وتقليل الأثار الاجتماعية على المواطن المصري في هذا الموضوع فده أنا حابب أأكد عليه إن التوجيهات إحنا شغالين عليها وإن شاء الله حتكون لدينا الفرصة مع المراجعة إن إحنا نتحرك بالتفصيل مع بعثة الصندوق في هذا الشام ولكن اللي لفت نظري أيضا وحابب هنا أثيره إن يعني في إطار برضو الإشعاعات والكلام اللي ابتدى يثار إن ابتدى يحصل تداور لتصريح قديم لمديرة صندوق النقد الدولي كما لو كان إنه طالع في الأيام دي اللي هو إن مصر لازم تحرك تاني سعر الصرف وإن لازم يحصل تعويم آخر وكلام ده كله وفجأة للأسف مواقع بتشيره كما لو كان إنه هو لسه طالع في هذه الأيام بينما لما حضراتكم ترجعوا للأصل هي كانت هذا التصريح كان في يناير الماضي قبل ما نقوم بكل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية وبالعكس الصندوق النهاردة في كل بياناته الحديثة بيأكد على إشادة كبيرة جدا بالسياسة النقدية المصرية وإن مصر ماشية بصورة جيدة جدا في هذا الموضوع الشيء الآخر إن ابتدت بقى إشائعات تتردد أصل ده احتمال يحصل تعويم جديد وأصل احتمال أول السنة نشوف حاجة تانية وهنا يمكن أنا موجود هنا معانا يعني العديد من رجال الصناعة ورجال الأعمال والكلام ده كله وخلييني هنا أكد على شيء مهم جدا الحمد لله حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية ماشية بانتظام شديد النهاردة ما فيش يعني مستلزمات إنتاج ولا مواد خام ولا احتياجات أساسية للدولة متأخرة وما فيش أي طلبات متأخرة في البنوك أنا بس بأكد لحضراتكم هذا الموضوع فبالتالي الحمد لله الأمور مستقرة وماشية وإحنا كلنا بنتابع بصورة يومية المجموعة الاقتصادية ومع المحافظة البنك المركزي ومع حركة السوق وبنشوف النهاردة إن الأمور الحمد لله منتظمة ولا يوجد أي شيء اتكلموا قصة مصر عليها التزامات لسداد فوائد وأقصات وحاجات كبيرة الحمد لله مصر حتى في عز الأزمة الاقتصادية عمرنا متأخرنا عن سداد قصة واحد فأنا بأكد لحضراتكم إحنا الأمور ماشية بطريقة منتظمة تماما الدولة المصرية عارفة كويس قوي اللي التزامات اللي علينا وعارفين كويس قوي حنسددها إزاي وعندنا الرؤية والأرقام وعندنا كل شيء وعارفين إحنا بنتحرك إزاي في هذا الشأن في نفس الوقت عيننا على السوق وتلبية احتياجات القطاع الخاص وقطاعات الدولة اللي بتحتاج الطلبات الأساسية للدولة والحمد لله الأمور مفيش أي شيء يدعو إن إحنا يعني الإشعاعات دي اللي بتطلع وإن إحنا نبدأ يحصل لها أي تداول فأنا حبيت إن أنا أوضح هذا الكلام بمنتهى الوضوح لحضراتكم علشان نبقى كلنا عارفين هذا الموضوع الجزء الآخر وده شيء مهم جدا في إطار جذب الاستثمارات ما فيش إسبوع بيعدي غير لما بنبص للأليات المختلفة لإزاي إن إحنا نجذب مزيد ومزيد من الاستثمارات والنهار دي يمكن هذا الإسبوع عملنا اجتماع مهم جدا لمناقشة قانون يعني يبقى إنشاء المناطق المال والأعمال في مصر وهذا القانون إن شاء الله يعني الحكومة بتنتهي من لمسات الأخيرة ليه وده بيبقى على غرار كل هذه النوعية من المناطق اللي بتنشأ في الدول المتقدمة أو حتى الدول الناشئة اللي بتستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليها وهدف فكرة القانون ده إزاي إن أنا إزاي أخلق في مناطق محددة جغرافيا آليات بره نقول آريات مارينة وبره السندوق وتبقى ليه يعني التوجهات العالمية بحيث استقدب فيها في هذه المناطق تحديدا كل الشركات العالمية الكبرى إنها تيجي وتفتح مقرات ليها وتزاول أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق فبالتالي هذا القانون إحنا بنحرص إن شاء الله إن إحنا ننهي أهب لنهاية 2024 ونتقدم ليه للبرلمان لإن ده حيبقى جزء من مساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة جدا لمصر في خلال الفترة القادمة إحنا الحقيقة شغالين مع كل المؤسسات الدولية ومع جمعيات رجال الأعمال ومع شراكتنا سواء زي ما حضراتكم تابعته لاتحاد الأوروبي قبل كده لما عملنا مؤتمر الاستثمار أيضا هناك تصور النهاردة لعمل مؤتمر مشابه مع بريطانيا ومع دول أخرى في خلال الفترة القادمة علشان كلها جذب وتشجيع الدول والمشاركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر ترجمة نانسي قنقر